معي الآن لقاء في منتهى الأهمية واحد من أساطير كرة القدم العالمية واحد من أعظم المدربين لو في قائمة من عشر مدربين هما الأعظم في التاريخ فلازم هو يكون في هذه القائمة معي عبر الزوم الآن المدرب الإيطالي الكبير الشهير بطل كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي مرسلو لبي يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 وسعيد جدا بتواجدك معي مساء الخير بداية بالتأكيد لازم حضراتكم عارف أننا هنا في مصر نعشق كرة القدم الإيطالية كثير من الجماهير في مصر تحب أن تتابع كرة القدم الإيطالية تحب المنتخب الإيطالي تحب الدوري الإيطالي تحب مرسلو لبي وبالتالي هسألك بداية عن حال الكرة الإيطالية لماذا تراجع المنتخب الإيطالي في السنوات الأخيرة وبمعنى أدك لماذا تراجعت الكرة الإيطالية بشكل عام في السنوات الأخيرة رغم أنها دائما كانت على القمة بالنسبة للكرة الإيطالية أقول لكم الكرة في المستوى الأول الآن إيطاليا تحاول أن تعيد نفسها من جديد وأن تؤهل نفسها بعد عدم تأهلها لمرتين لكاس العالم الآن نحاول أن نتفادى الأخطاء وأن نعيد أمجاد إيطاليا من جديد وقت تدريبك للمنتخب الإيطالي كان فيه كثير من النجوم العظام أو الكبار في الكرة القدم العالمية هل المنتخب الإيطالي الآن يفتقد للمواهب للأسماء الكبيرة؟ كان هناك كبار اللاعبين بكل تأكيد والآن نأمل في الشباب الصاعد نأمل أن نعيد إلى إيطاليا اسمها وتصدرها من جديد بكل تأكيد قد خسرنا كبار اللاعبين الذين لن يعودوا ولن يكرروا الكرة الإيطالية ده من نسبة للمنتخب الإيطالي تحديدا يوفينتوس وأنت أيضا لك عديد من الإنجازات مع فريق اليوفي لماذا أيضا تراجع اليوفي في المواسم الأخيرة ويعاني بعض الشيء تحدثت معك عن المنتخب الإيطالي والحديث الآن عن فريق اليوفي اليوفينتوس فريق كبير وعظيم وأنت معه حققت العديد من الإنجازات العظيمة لماذا تراجع اليوفي في السنوات الأخيرة ولماذا يعاني من أزمة في الفترة الحالية بالنسبة ليوفينتوس أقول لكم بعد قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان نادي يوفينتوس من المشاركة في بطولة دور المؤتمر الأوروبي بسبب قضية التحقيق والمكاسب الرأس المالية الوهمية تراجع اليوفينتوس محتاج إيه اليوفي في الفترة الحالية عشان يخرج من هذه الأزمة؟ لو ليك أنك تنصح لا 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 يوفينتوس نسبة ليوفينتوس له تاريخه نعريق في كرة القدم وقول أنه يحتاج إلى بعض التكتيكات والتقنيات من المدربين للعودة من جديد هل من الممكن أن تعمل في اليوفي في الفترة القادمة في منصب إداري أو منصب فني حتى لو كمستشار من بعيدة أنا أعرف أنك تحب أليجري لن أفعل هذا مطلقا ولن أشارك اليوفينتوس أبدا لقد انتهيت من هذا سابقا ونعود إليه ثانية عايز أعود لي الماضي بعض الشيء نتذكر معك أيام عظيمة جدا وهو فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006 زي ما قلت لك في البداية إحنا في مصر هنا نعشق الكرة الإدراءة ونعشق المنتخب الإيطالي ما هي أبرز ذكرياتك عن هذه البطولة العظيمة؟ أقول لكم أكبر نجاح حققته كان أنا ذاك حققته أشياء أسطورية لا يمكن ذكرها وإحصاؤها كيف يمكن أن أقول لكم ونتكلم لكم عن تاريخ عريق وأجمل شيء قمت به في حياتي في هذه البطولة كان فيه وقاع هي الأبرز في تاريخ بطولات كأس العالم هي اللقطة لقطة ماترازي مع زين دين زيدان في رأيك لو اللقطة هذه تكررت مرة أخرى كنت أتقول إيه الماترازي وقتها؟ لقد رأيتم ماترازي مع زيدان ماذا يمكن أن أقول؟ بعد هذه البطولة بثلاثة أعوام كان هناك مباراة تاريخية بالنسبة لنا هنا كمصريين هي بطولة 2009 كأس الكرات وفوز تاريخي على المنتخب الإيطالي هل تتذكر هذه المواجهة؟ عفواً أعد السؤال مرة ثانية لم أفهم السؤال جيداً بعد كأس العالم 2006 بثلاثة أعوام في 2009 كان هناك بطولة كأس الكرات ومنتخب مصر وقتها حق فوز كبير على المنتخب الإيطالي فوز بالنسبة لنا هو فوز تاريخي كان فوز عظيم جداً على أفضل مدرب في العالم وأفضل منتخب في العالم وقتها هل تتذكر هذه المواجهة؟ المباراة التي قمنا بها مع مصر كانت خبرة وتجربة رائعة مع مصر وكانت مصر منتخباً رائعاً آنذاك وقام بمورات رائعة هل تتذكر أي لعبيد المصريين في هذه المواجهة؟ أي من اللعبيد المصريين؟ حقيقةً لا أتذكر لا أذكر أسماء لا أذكر أسماء حقيقةً على المستوى أننا في مصر هنا هناك لاعب مصر عظيم هو محمد صلاح بكل تأكيد في رأيك ما تقييمك لتجربة محمد صلاح طوال مشواره في كرة القدم العالمية؟ بالنسبة لصلاح لاعب كبير ولائب رائع ولهم مسيرة كبيرة أحيي كل مشجعي الكرة الإيطالية من المصريين وأحييكم من إيطاليا وأشعركم شكراً لكم شكراً لكم مرشل بليبي الموديل الفني الكبير الموديل الفني الأسبق ليه المنتخب الإيطالي والمتوج بكأس العالم 2006 أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المدخلة واحد من أفضل وأعظم مدربي كرة القدم على مر التاريخ والتسعيد وتشرفت جداً بتواجده معايا هنا في رقم 10 على التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر